كيف حالكم؟ كنت أريد أن أتحدث عن شيئاً والله وأنا كنت أجلها كثيراً لأن كان فيها أكثر من موضوع فأنا لم أكن أعرف أن أبدأ من أجل فبمجرد ما الفكرة تبلورت في دماغي فأنت أتحدث عنها فأنت أتحدث عن الدوشة والدوضاء في البلد كثيراً وأنا في مصر كنت أستغرق أما هناك عربيات كما هناك عربيات الفرد لماذا في مصر هناك دوشة كثيرة والدوضاء جملة وأنت أشعر في الشارع أن تشعر أنك يا أهدا فيه كارثة وفي البلد أخرى في أي حتى لا تكون سامعة لأن هناك عربيات أيضاً لكن أنت لا تكون سامعة لا تكون سامعة لا تكون عارفاً لماذا؟ ما هذا الهدوء؟ العربيات مختلفة عندنا لا تتحدث عن الناس لا تتحدث عن الناس فأنا عندما جئت هنا عشت في فانكوفر شوية أنا في فانكوفر في كندا في شوية حاجات قدرت أميزها مثل أولاً لا يوجد كلاكسات هنا لا يوجد كلاكس ما هذا كلاكس؟ كلاكس دي هناك بركان فأنا بدي كلاكس العربيلو دائما عشان تخلي بالها من اللافا من الحمى المكانية كلاكس يعني أنتم مدخلين يعني إيه؟ يعني إيه هنا حد يضرب كلاكس دي دي حاجة يعني ده كانت تكون منعدمة يعني فدي جزء من الموضوع ثاني حاجة الناس كلها تقريباً ملتزمة بالسرعات المقررة بتاعتها فبيحصل أن أنت هناك ما هي بحديث مع المطور ما هي لكن هو يمكن ان تشاهد عربية من هناك أو نفسه أو نفسه من الأول شاركة جامعة الدول في نفسه وتمتسمع الصوت يعني في هذه الموضوع لا يوجد أنه لا يوجد هذا الرئيس لا يوجد هذا الرئيس لا يوجد هذا الرئيس مثل الأفلام الأجنبي المتسكلات الغريبة لا نعرفها لكن لا تسمع الصوت والناس لا يوجد عادي هادئة أولا ثاني ثالث لا يحرق على الغيرات ثاني حاجة الناس هل أني يخبرون لذلك تتكلم بصوت وهل أن ما أстр توف стоит اهل الأوتي لا يجد قوي يتعرف Lamma يجب أن تتسمع عندك عشرين من يوم كلهم بالكلام ستواطي هتلاقي الموضوع بقى هادي. حاجة كمان الاغاني هنا وانت ماشي في الشارع ما تلاقيش حد مشاكل الموبايل بتاعه على الاغاني وماشي بيتدنجل وفي ايده السجارة ومسقط البنطار ومفيش الكلام دوت. كل الناس حطة السماعات في ودنها في المترو في الشارع عايز تسمع غاني السماعات في ودنك في حالك ملكش دعوة بحد فده بتقلي كتير من الدوضاء هنا برضو في حاجة العربيات في عربيات بالكهرباء فمفيش صوت نطول خاص فالموضوع ده برضو فارغ جامل واخر حاجة بقى دي اللي انا دي اللي انا محزها ومستغربها وبحاول ادرس الموضوع ده ممكن في فيديو تاني باقول لكم بعد الدراسة ان هتأجي الدراسة الكلاب هنا مبتوهاوش. كلاب كتيد جدا جدا هنا الباتس عذب اللي هو الحيوانات الاليفة يعني كتير جدا تريبا في كل كل تلات اربع بيوت هتلاقي في كل تلات بيوت هتلاقي في بيتين فيهم او بيت فيهم باتس يعني كلاب عطط ا quant تبقى كلاب يعني انما ما شفتش عطط كتير كان تبقى كلاب كلاب ما بتقبه هتلاحوش نحل دخيل متر وما بي هواهوش وماشين في الشارع ما بي هواهوش مافيش كلب اللي هو تلاقي اوالله صاحبه مثلا يشوف اتنين جاين ولا بنات اوالله عمان بوز عليه مبتسك عليه مابيش الكلام ده محدش بيعمل الكلام ده فأتلاقي الكلب هو و هو بقى علشان يعمل صحابه وقفين فبيعمل شيء قدامهم يعني مفيش كلام ده خلص كلاب مطهوهوش خالص اعرفش ازاي عملوها دي ازاي عادوا الكلاب وفاهموه ان انتو مطهوهووش عشان ما هو دي ازعاج اعرفش يعني صراحة الراجل اللي عمل التدريب ده اكيد لازم ياخد جايزة يعني فكل عامل دي وفاهمة التانية اكيد انا ماخدش بالي منها هي اللي عاملة مقصصرة يعني في هضوع الدوضاء والدوشة في البلد يعني بسطمع ان هوا دي الحاجات اللي كانت في الماء يعني فقطنانا ان احنا في مصر انتدي نقلل التوم بتاعتنا شوية وقت صوتنا شوية يعني مش لازم السد وهي في البيت تسمع جرانها ان هي بتزعج الجزحة يعني عسيه ولا المدرسة في المدراسة يسمع المدير تاعته النظر المدراسة ان هو بعد درس كويس وهنا باقا يأولاد ما فيش إلى مجلس Xignor سنة صغيرة هتلاقي البلد بعد حتى انتم كمان هتبقى قهدا يعني فاااااااااااااااااااااااااااااااه فا Anda véhicلت تعم какойier شرك مالالخير اشترك ل having me في مالالله